السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معدنا مع طلاب الصف الثالث الثانوي مادة اللغة الإنجليزية هنكلمهم عن القصة المقررة عليهم وحنتكلم عن الفصل الأول وناخد معلومات عنه القصة اسمها Great Expectation Great Expectation يعني التوقعات الكبيرة للكاتب البريطاني المعروف تشارلس ديكنس البداية with a young orphan called Pip Pip was living with his sister and her husband in the village called Kent يعني ايه كلام ده young orphan يعني يتيم ولد يتيم اليتيم lost his father and mother ملوش العب ولا ايه ام يا طرح عايش فين ده عايش في بريطانيا في قرية صغيرة اسمه كنت what the mean of Kent مكنيجو سؤال يقول لك ايه تسكرايب كنت كنت was the march country down the river march country down the river المارش اللي هي المستنقعات والريفر النهر يعني المكان اللي هم عايشين فيه مكان فيه مستنقعات وايه قريب بين النهر دلوقتي هنقول لكم جزئية مهمة هنعرف ان بيب دايما بيحب يروح يزور والدته في المقابر والمقابر دايما بتكون في مكان مهجور وبتخوف هو في المكان المهجور ده هيلاقي the fearful man الرجل المرعب الرجل المرعب ده عمال يصرخ وكلما يصرخ بيرتعش من الخوف فخلي بالك من الكلمة shifers 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 means you are shaking your body because you are ill or afraid ممكن يجيلك في الامتحان multiple choice اختيارات يقول لك بيب are shifering or was shifering because he was afraid or happy or ill afraid خايف من ايه يا بيب لان فيه واحد راجل وهر فجأة وهو بيزور والده والدته في المقابر a man started up from among the graves at the side of the church المقابر دي كانت قريبة من ال church اللي هي الكنيسة the man shouting keep still خليك هناك ما تتحركش you're little devil you little devil devil يعني شيطان بيقول له انت شيطان or i will cut your throat وإلا هقطع حلقك او زورك دلوقتي حنعرف مواصفات الرجل ده الرجل المرعب اللي هو the fearful man the fearful man aaa وزوت اهات وزوت اهات اول حاجة وزوت اهات يعني مش لابس قبعة ودايما كانت في بريطانيا الناس المحترمة تلبس قبعة ابن ناس يعني اللي بيلبس قبعة ده مش ابن ناس وشوفوا بقى لابس ايه في رجله broken shoes and with an old rank tied around his head ورابط راسه بخرقة كده حتة قماشة قديمة حتى مش جديدة ومش لابس برنيطة والحزاء بتاهم قطع ينحلته ايه كرب وفي رجله في a great iron on his leg رجله مربوطة بقطعة من الحديد عشان هو راجل سجين وهربان سجين هربان سؤال مهم what the fearful man want from peep fearful قلنا معناها bad or awful the man the man want a file and a withles الرجل الرجل ده المرعب عايز حاجتين عايز file وعايز withles مش file هو الملف اللي بحض فيه الأوراق خلي بالك الفايل يعني المبرد file يعني مبرد عشان هو في رجله في قول معايا اللي هو الجزء الحديدي ده اللي في رجله رجله مربوطة بالحديد فهو عايز يفك رجله من الحديد بالنسبة لكلمة ويتلز ويتلز يعني ويتلز دي كلمة قديمة كانت مستخدمة في بريطانيا وقت شارلز ديكنز ومعناها victil يعني victil ويتلز the same meaning the same meaning it means the food whatever you eat for breakfast lunch dinner and snacks are victils أي طعام أنت بتاكله سواء كان طعام الفطار أو الغداء أو العشاء أو حتى الطعام اللي بين الوجبات اسمه vitils اسمه vitils آسف أو victils وvitils old word of dickens كان يستخدمها الكاتب الكبير dickens المبرد اللي هو file الراجل عايز مبرد عشان يفك السير السير الحديدي اللي في رجله سير اه اه في جزئية دلوقتي اه ان الراجل المرعب ده عمالي يهدد ويقول بيب خلي بالك يا بيب لو ما جبت ليش الحاجات اللي انا عايزها اللي هو المبرد والاكل شوف انا حعمل فيك ايه بيقول آه your liver shall be tore out and roasted خلي بالك انت لو ما جبت ليش الحاجة liver اللي هو كبدك اللي جواك ده انا حطلعه وايه وحشوي وحكله مشوي يا ساتر ده حيوان مفترس ده اكل آه قلوب البشر وكبد البشر يا ساتر رب ومش عايز ياكله يعني ناي وكده لا عايز شوي كمان يعني يعزبه يقول لو ما جبتش الحاجة your liver shall be tore out and roasted وكده نكون عرفنا بعض المعلومات البسيطة عن الشابطر وان وعرفنا ان شابطر وان بيتكلم عن بيب بيب اليتيم اللي عايش مع اخته ومع زوج اخته وبعدين بيروح دايما المقابر عشان يزور والدته والده وفي المقابر قبل الرجل المرعب ده والرجل المرعب ده طلب من بيب الاكل وطلب منه المبرد عشان الرجل ده هربان من السجن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته